تاج إليك يا رب طوبة للأم التي ولدتك وأرضعاتك بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه علمنا كيف نصلي كما علم يحنى تلاميذه متى صليتم قولوا أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطيانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا من تحدث عنه الأنبياء فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابنا وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة أعلن الكتاب المقدس أيضا أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله وهكذا كان يسوع ابن لله ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية ونحن نرى هذا واضحا في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته إذ شف المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعدا إياهم بنصيب في ملكوت السماوات ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم وقام ثانية قاهرا الموت قال يسوع عن حياته ليس أحد يأخذها مني بل أنا أضعها من ذاتي لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة فقد قال الأنبياء قبلا إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتا في السماوات ويسوع نفسه قال السماء والأرض تزلان لكن كلامي لا يزول جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن مختارا أن يحيا كما يريد وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا ويعلن أن عقاب الخطيئة هو الموت أي موتا روحيا بابتعاد أبدي عن الله لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عيوضا عن ابنه هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلا عنه وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا لكنهم قد نجوا أيضا من دينونة الله الأبدية ضامنين لهم مكانا في الفردوس مع الله إلى الأبد يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصا من سلطان الخطيئة وهذا لا يعني اتباع دين جديد لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال ها أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وهذا يعني أيضا اللجوء إلى الله واثقا أن يسوع سيدخل حياتك غافرا خطاياك ومغيرا إياك إلى الإنسان الذي يريده ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعورا عاطفيا فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيرا عن إرادتنا هذه وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصيا من خلال صلاة بسيطة قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله إن رغبت بهذا فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك أيها الرب يسوع أنا أحتاج إليك أشكرك لأنك مدت على الصليب لأجل خطاياي أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبالك مخلصا وربا أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه بينما أصبح واحدا من أتباعك آمين قال يسوع عن من يؤمنون به خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه وتذكر وعده الرائع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر سيدي نحتاجوك سعد اليمات اللي ولداتك وردعاتك بارك الله في الناس اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه علمنا الصلاة كما يحيى علم صحابه يتصلوا وقولوا بابانا اللي في السماء يتقدس أسمك ويجي ملاكوتك وتكون مشيئتك في السماء كما في الأرض أعطينا خبزنا الكافي لكل يوم واخفر ذنوبنا كما نغفر حناتاني لجميع اللي يظلمونا ما ادخلناش في التجربة بس صح نتجينا من الشرير في الكتاب المقدس الله وحاب اللي سيدنا عيسى رايح يجيب أشي سلك الناس اللي في الدنيا حياة سيدنا عيسى تبتت باللي بالحق هو اللي تنبو عليه الأنبياء النابي أشعيات نبوه قال العذرة بالجوف ترفض وبتفيل تولد قرون من بعد زيادة سيدنا عيسى حقت هديك النبوة في الكتاب المقدس مذكور باللي سيدنا عيسى يقول له ابن الله هذا الشيء يعني باللي سيدنا عيسى ولده ماشي بالمعنى اللي تقصد الذات بسه بالمعنى اللي تقصد الروح وهذا الشيء نشوفوه في سير تحياته برا المرضى تسامح لهم دنوبهم رجحهم يسيروا في طريق الله واعدهم بإمكان في ملكوت الله دايما قدم نفسه ضحية في عوضهم على جال دنوبهم ومن بعد رجع للحياة انصرع للموت كما كان الله مخطط سيدنا عيسى قال حتى واحد ما يأخذ ضحياتي مني أنا اللي نضحيها برضايتي حيات سيدنا عيسى تمت وجد نبوه به الأنبياء وتاني تبت تحقيقة كلمة الله المقدسة الأنبياء قالوا كلام الله صحيح وتامم كلامك يا ربي دايما وسيدنا عيسى بنفسه قال السماء والأرض يزولوا بس حكلمي عمره ما يزول سيدنا عيسى جاء باش يعطي لنا الحياة الكاملة بس حكي الإنسان أعصال الله في جنة عدن خير يسير في الطريق اللي تخصه وحده وفعاله بعدوه على الخلق الكتاب المقدس يصرح باللي الجميع دنبو وباللي عقوبة الدنوب هي الموت هذا الشي معناته موت الروح يعني الفرق الداي من الله بس حكي ما الله عطاه كبش يفدي ولي تسيدنا إبراهيم هذا بعد سيدنا عيسى المسيح باش يموت في مضربنا حياته والموت دياله وقيامته من بين الموتة رجعوا العلاقة بين الله وبين جميع المؤمنين به ودروك دوك اللي يامنوا بسيدنا عيسى دنوبهم تغرفروا لهم بس حتاني أرهم سلكوا من عداب العقاب أرهم ضامنين الجنة خالدين فيها معاه واليوم سيدنا عيسى حرر كل واحد من الدنب والقوة وجعلوا يتحكم على الخطيئة هذا الشي ما يعنيش يتبعوا دين بس حي خيروا التقى والإيمان بسيدنا المسيح اللي قال أراني إن نوقف عند الباب وندقدق لو كان كاش واحد يسمع الصوت ديالي ويحلي الباب أراني ندخل عنده هذا الشي يعني نتوبوا لله ونامنوا باللي سيدنا عيسى يدخل في حياتنا ويغفرنا دنوبنا ويجعلنا كيما يحب نكونوا ما يكفيش نقبلوا كلاموا بالفهامة ولا كي تصرى لنا حاجة تحنلنا بس صح لازم نتبعوه كي نعم علينا بالإيمان ونطلبوا منه بالإيرادة ديالنا كي كنوا الناس واجدين باش يتبعوا سيدنا عيسى يقدروا يكلموه بدعاء سهل بلاك ركو واجدين دروك تقدموا حياتكم لله ولكن هذاك هو الحال تقدروا تتبعوا في قلوبكم هذه الصلاة يا سيدنا عيسى أنا نحتاجك نشكرك على خطر متع الصليب على جلد نوبي نقرب دنوبي ونتوب نفتح لك باب حياتي ونستقب لك كي مناجي ديالي وسيدي نشكرك على خطر أغفرت لي دنوبي وعطيت لي الحياة الديمة أجعلني كيمان تاه تحبني نكون أجعلني من التابعين ديالك أمين سيدنا عيسى قال على اللي يتبعوه الغنم ديالي يعقلوا الصوت ديالي أنا نعرفهم وهم يتبعوني باش نجربوا الحياة المعمرة بالبركة اللي يعدها سيدنا عيسى لازم اللي يتبعوه يداوموا في الصلاة ويقراوا الكلمة دياله لازم يبشروا به الأخرين ويتنظموا باش يكونوا مع الممين اللي يحبوه وتبعوه وتاني اتفكروا ما تنساوش وعدوا الصادق يقال الله أعطاني جميع القدرة اللي في اسم مولارد اتفكروا راني معاكم دايما حتى للاخر الدنيا باش نماتون